زار معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد عددا من المعالم السياحية لمدينة خورفكان بإمارة الشارقة بهدف تصليض الضوي على المقاصد السياحية في الدولة وشملت الجولة مواقع مهمة على الخارطة السياحية للمدينة منها سوق خورفكان ومسجد سالم ننطوع ومدرج خورفكان يذكر أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يساهم بأكثر من 177 مليار درهم في النتج المحلي الإجمالي للدولة كما تعد نسبة الإشغال الفندقي في الدولة بين الأعلى عالميا وذلك بمعدل 72.8% وبلغ عدد نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل بنسبة نمو 42% خلال النصف الأول من العام 2022